يا عطي زعلان اي علاقة حب بتعدي بكزا مرحلة زي اي حاجة في عيالنا والحب ليه مراحل ستة عشان نبقى مختلفين عن الفيلم هم هبتة احن ستة رقم ستة ده عجيب قوي اول مرحلة هي بداية التعرف واللي بنسميها التصبيت او الدهلكة بساعات نقول عليها السأساء لميا انت بجد عصوم احنا شغالين مع بعض ده بقى انا خمس سنين في نفس المكتب لا معلش ازبتي لي ان انت بجد ازاي حب المرحلة التانية وهي مرحلة الحلم او اللي بنسميها على وش القفص واحنا اتخلقنا البعض ومش اسمح للعالم يوقف وسط حبنا عالم ايه اللي هيوقف وساطك يا حبيبي في المرحلة دي بقى بيبقى الدلع كله ده بديم اهتمام حب روح للناس يا حبيبي ايه بني ايه ادم ده ايه اللي انت عملته ده ازاي تحطي لها الشاي بالشكل ده تحطي لها كبات الشاي وانت مبتسم لميا دي ملاك ملاك مش بشر زي انا وانت معلش يا حبيبتي محدش عارف امتك زي لميا لا مل quien ملَف المرميه على الارض تعاليل لميهم حاضر يا فندم حالر لا يا فندم لميا مش مجرد حد بيلمي الملفات من على الارض لميا احسن حد في الشركة دي بيلمي الملفات من على الارض يلا لمي يلا حبيبتي روحيلمي الملفات من على الارض ووسي بيلي كوبات الشاي دي انا هشربها بعد فترة من التلزيق ده بتبدأ المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحقيقة ودي بتبدأ بالتعيون فحبيبتك بتتحول لمدام عفاف عادي وكأيكم متجوزين من تسع سنين ألو أيوة علامي رنيتي خمسين مرة وكانسلت إيه؟ في إيه؟ أنت بتردش على ليه؟ في الشغل أقعدت على نفسي في الشغل؟ أنت بتجدب يعصام أنا عمر كدبت عليكي؟ أيوة كدبت كتير ولا سيء اسمعيني بس أنا عمر كدبت عليكي؟ مش هسمع حاجة بس هاتة منك طب إقفلي إقفلي عشان ما عاملي شغل كتير إقفلي مش واللي كان في المرحلة اللي فاتت صبر الرجاعي وبيتحدى العالم كله مش قادر يتحدى صورة وحدة على فيسبوك لابسة هوتشورت وهنا بيكون الدرب في العلاقة مفك خلاص كده ما فيش أمل لا فيه دي حاجة بصالحة كبية خب عشان خاطري بس خاطري عشان تعرف بس أني بحبك حلوة أنت اللي عاملها؟ أوه ماما اللي عاملها وماما تعرف أننا مرتبطين؟ أوه منحكت لها عنك انت عارف؟ بابا كمان عايزي شوفك أصلاً مستنينا كيوم الجمعة إيه رأيك يا حبيبي؟ أنا عارفة إنك هتفرح بالكلام ده عصام عصام وهنا بنروح للمرحلة الخامسة الفركاشة في المرحلة دي ويبقى فكك من كل اللي فات إركن لي بقى الحب على جنبه خالص والعشرة والعيش والملح إحنا بنفركش دلوقتي خد بقى قلة قيمة وإهانة شتيمة بالأم ضرب تحت الحزام وفوق الحزام وضرب بتوكة الحزام أحياناً وهنا نوصل لآخر مرحلة إنك تكون إكس ودي مرحلة تلقيح الكلام وبوستات فيسبوك من بتاعت مش هتتعلم غير لما تعرف ناس رمم هاشتاج مقصودة بتكتب الكلام الزبالة ده هي كل يوم وبتعيش فترة طويلة على النبر العفش ده أما هو بقى فبيبقى عصام عصام أيوة يا حبيبتي أجيب فين وأنا جاي يا سخفتنا شكراً على مقالي اشتائي شكراً على المشاهد